السلام عليكم أخواتي الغزالات لابس عليكم في أمالله اليوم جيت نشارك معكم مصفى دي الأصابي الطاقة بشوفان والفواكه الجافة اللي قرموا لعباق تجي غزالة وإنرجيتك في صراحة كانين بزاف اللي فرسيون ما أنا هذي الطريقة ديالي تجي رائعة بزاف ومجربة كيف ما تتشوف معي تجيو هذ اللي باق غانين بزاف ويمكن لك تبديو من الوليدات المدراسة ولا الكوليج ولا تكون المسافرات تديهم معك يعني مغدين بزاف وصحين كما تشوفو مقرمشين ومعلكين ناجحين مياف الميار خذكم تجربوهم وتردو عليها في الكومنتين قبل ما نبدأ وغادي تتخلي واحد سابسكرايب فلاشين باش يوصلكم دائما الجديد ديالي سوف نضيف أصبح 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 سوف نضيف أصبح أصبح سوف نضيف قبيصة الملح لا نضيف الكثير سوف نضيف الكثير مع الكبار الكوك نواد كوكو سوف نضيف زبيب من نوع الأسود الملحات المضيفة نضيف الكثير مع العبار سوف نضيف الزريعة الملحات المضيفة سوف نضيف الكثير عن الملحات سوف نضيف القرآن ونضيف الزرائع القرآن سوف نضيف القرآن ونضيف القرآن سوف نضيف 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 القرآن يعني تعودوهم بالغوز أو شي حاجة اللي بغيتون توم غادي تكتافو إلا بغيتو غير باللوس أو اللي بغيتون يعني المكسرة اللي بغيتو غادي تطيروها فضلك غانو لا بغ ماشي ضروريه في حالي نقطع اللي بغيتو صغير لا تكتروش اللي بغيتو صغير نحاول نقطعه طريقة صغيرة سوف نضيف واحد جوج مع الكبار ديال السكر البني تعطينا ديال اللون الذهبي ديال اللي بغانو لا ديالنا و تيتحمر مزيان نخلط العناصر مع بعضياتها كيف ما قد لكم بالنسبة المكسارات عندكم رشواء تضيرو اللي بغيتو انتوما رشواء ديالكم ممكن لكم تزولو شي حواج ما بغيينهم او تضيفو شي حواج اخرى عندكم رشواء كيف ما تشوفو خلطنا العناصر كاملة مع بعضياتها سوف نضيفو السوائل اللي سوف يجمعون هذه العناصر كيف ما تشوفو معي انا سوف نستعمل زيت الكوكو السحية و نزوينا بساف و عندما قدرتوش توفره لها سوف تعودوها بزيت نباتية او الزبدة سوف نضيفو جوج معه اكبر ذيال الزيت الكوكو سوف نضيفو جوج معه اكبر ذيال الاسواق و بتمنى مناسب يعني تجيم مزيونة بزيف سوف نضيفو جوج معه اكبر ذيال العسل من العسل تكون العسل الكاليته ديالها مزيونة يعني تكون العسل حره مزيونة من الافضل سوف نحاولو هاد الاصابيع تكون ما امكان صحيه كيف ما قلتلكم يمكنهم يديهم الوليدات الكوكوكو ولا ستديهم الخدمة معاك يعني تبترهم في امبوات و ستديهم تبقى و زالين و صحيين و تي شبعوا يعني وخمة ترش نهار كامل تي شبعوا مزيانين سوف نضيف محلقة صغيرة ديال الاكستخير باني بس بس هادات اللي ما ستوفرش عندهم هاد الاكستخير باني ستعملو سكر باني العادي سنضيرو في الكيكو و في كل شيء يمكنك تنسمي باي حاجة يمكنك تعود ديال باني بالزيس ديال سيترون او ديالورانج يعني كما قلتلكم في الاول عندكم خزياء سوف نخلط العناسير مزيان سوف نسجم مع بعضياتها مزيان اشتركوا في القناة سنضر الخليط في المول سنصرح الخليط جيدا سنصرح الخليط جيدا سنصرح الخليط جيدا لكي يكون مباشرة سنستعمل مباشرة سنصرح الخليط جيدا سنبقى سنضخل الفررن الوصف الغزالين و محمرين نتيجة عجباتي 100% يعني شهوة منه في صراحة الله كيف ما تتشوفوا قد نزولوا من المول ونرجع معاكم كيف ما تتشوفوا معايا جو محمرين و غزالين صحيين 100% هم المعتمدين عندي دائما لقودة و للصفر حسن ما نشريو شي حاجة في الطريق اللي هي ما تشي صحية او هذا نعطي لوليدتنا شي حاجة اللي تنعفوها وصيبناها بالكيمة غادين نقطعوهم بعد ما بردو شويش غادين نقطعوهم ما نخليوهم شي بردو بزاف باش ما يبتقوش تهرسونا و ما قطعوهم سخان يعني في الوسط يعني ما سخانينش و ما بردينش بزاف النايلة بردو غادين تقارمشو غادين تحرسونا لباخ غادين نقطعوهم هكذا بالعقل و هذا هو الشكل اللي هاتي الاصابيع تقياء بشوف انه الفواكيل الجافة و المكسرات تجو رائعين و الزاد بساف و صحيين و هما اللي كنا تعمد و بغيت نتقطعوهم مع بشوفة و إن شاء الله وصنا لهاية الفيديو كنتمنى أن لغوصية تعجبكم و أن الفيديو دائما ننال و استحسن ديالكم وتنقلكم و خليتكم على خير و بسلام عليكم الى وصفة جديدة إن شاء الله و فيديو جديد كنتمنى أن الوصفة ديالي و الفيديو هاتي يريد دائما يلقاوكم في أحسن حال بسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى موسيقى